ترجمة نانسي قنقر والمصحف حرام! حرام يا جدعان! هو مفيش حد هو مفيش حد هنا في المتعام بيشيل غيري وحيات ربنا ايدي وجعتني يا عب اته اسبتني ووجعتب فين؟ psycho اتا يا عم انت ه�ل شكل ما كانت سبستني وايو هيا لقد اضطنا هذه الأم durante سرعا المشي وهو المدن ايديك على المهر خاصة يا عم لا تصبح أم هذا صور غيري لا ايدي حاتة غيري بما يخبرك quoi تاريخ حتى القصادم어비 ما ؟ طيب اقول لك ايه، الحاجات اللي حطناها النهاردة في التلاجة دي ايه وعا تيجي جنبها ماشي؟ لا ما تقلقش مش هاجي جنبها انا ما عرفش ايه هي اصلا ولا انا عارف ايه هي بس انا عايز اعرف ايه هي اعمل ايه كوني عيش بقى احنا ملنا يا عمنا اول يوم وجاي اتضرب خلي زعتر جيبنا اتضرب ماشي؟ ماشي بقى ايه على رأيك يا عم يا تامر يا مكرم انت ازفت منك ليه؟ جاهزت كل حاجة خلاص؟ كل حاجة جاهزة وقد غسلناها وكناها ما تلاقيه انت بتاكل الحاجات اللي هنطبخها؟ ايه ده انتوا بتطبخوا موز؟ ما عرفش ربنا انتوا بتطبخوا موز ايه الشيف شيف بني لو جي هايبعدالك خلاص خلاص اناس يا سلام على الشيف شيف بني يا جدعان يا سلام عليك حد شايفهم برح بالتلفزيون؟ اه ده كان فزيع شفتوا هو بيعمل ملوخية برازيلي انت ما شفتش حلقة الاسبوع اللي فات بتاعت البصرة الاندونيسي الاندونيسي دي نفس فيها والله نفسكو البصرة الاندونيسي هو انتوا شفتوا حاجة ده الراجل ده معجزة ده قبل كده دخل المطبخ لقى اتنين وقفين زيك وكده بيرغوا امطرادهم ايه ده ايه ده لو اعلى ايه طيب احسن هات يا عم هات يا عم الحاجة دي يلا خلينا نعشل الجزر والخيار والبصل يلا لا ما تقربوش من اي حاجة هو قال هيجي يعلمنا طريقة جديدة جدا في التقطيع فانا حدش يقرب من اي حاجة طريقة جديدة في التقطيع؟ اه ماشي فاني الزفت اللي اسمه سامير ده انا هاجة اشعله من راكبه ايه ده ايه ده هو الراجل ده بزع كده ده ايه؟ بس يا عم اتا ما تقولش على خلي رواجل بعدين ده المساعد الاول بتعشفش في بين يعمل اللي هو عايزه والله يا عم دي كوسة يا عم فاني الزفت اللي اسمه سامير انا ليس افهم دلوقتي تعاليلي هنا فان الزفت اللي اسمه سامير سايب الزبالة بره ده انا هبصل ده انا هشعوطك وكلكم انت بتزعق كده ليه؟ انا زعق زي ما انا عايز انا المساعد الاول لشيف شيف بيني لا ما اتزعقش انت عايز ايه طيب قولي دلوقتي سامير مستر عساف صاحب المطعم بعته تحت في الصلة عشان ينظافها اه تعالوا لي بقى كده كلكم احنا من انت بنسمع كلام مستر عساف ده احنا لنا شيف واحد هو اللي مسئول مننا شيف شيف بيني وانت هزيفت انت اسكوتي نعم هزيفت انت انا جايبك هنا تاكل موزة انت عبيت يلا يا عم باكل موزة في اخياني انت مش كفاء ان انت مش فلح في المدارس انت عملت افنى تيكت السناد جبت كله كحك عشان كده حسيت ان فيك بزر تشيف فجبتك هنا افهم بقى وركز واتبست يات في المدن مبسط اقوي لي اسمممسكر عساف ده تاني والله العظيم لو سمعك وتتكلم كده؟ مستر عساف بجد يلاوي مين الحيوان اللي بيشتمني؟ ده مستر عصاف بجد يا لهوي طب ما اقعد يقول له يا جماعة ان الله شتامت والنبي ما تخافش يا خالي اقعد قوله وربنا عين عليك هاخبص على خالي ماشي مين الحيوان اللي بيشتمني؟ مين الحيوان اللي بيشتمني؟ خالي زعتر كان عمال يشتم فيك دلوقت تعالي يا زعتر تعالي بتشتم بتقول ايه يا ولد؟ انا هقول له حضرتك احنا في بلدنا لما بنشتم حد بنبقى بنقول علي انه جامد يعني يعني مثلا ايه؟ نقول ايه ده؟ ده جامد ابن كلب مش قصدنا يعني انه هو والدته كلبة يعني لما اخذة لا قصدنا انه هو عظيم جدا يعني يعني مثلا لما نمدح حد نقول يا لهوي ايه 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 ده فاجر مش قصدنا يعني انه بيعمل حاجات قلة ادب لا قصدنا انه عظيم جدا طب ما هو كلامه صح يا هو يا اخوان نمال بتفتنوا عليه ليه؟ ما هو الراجل عنده حق ما ميغلطش في حاجة يعني كلامه صح يا يا مستر عصاف ده كان بيقول على حضرتك ان انت ما بتفهمش اي حاجة انا ما بفهمش في حاجة يا زعتر أنا أصد حضرتك أن أنت ما تفهمش فيه لكن في اللي تفهم فيه فأنت أبو المفهومية فهيم طيب كلامه صح يا بنتي يا أمال فيه ايه؟ الرجل ما قالتش حاجة غلط يا عم دقال عليك رجل قافة أنا قافة يا زعتر أنا أصد أن قافة حضرتك طويل وده يدل على تحمل المصاعب طيب أنا فعلا بتحمل المصاعب يا أمال فيه ايه؟ يا ميستر دقال عليك أن أنت رجل معطف أنا معطف يا زعتر يا فندي أفهم بس حضرتك أنا قصدي إن دليل على المقطف ده إن حضرتك أصولك من الفلاحين والمقطف له ودنين يعني حضرتك ليك ودنين زي المقطف بالزفر أما أنا لأي ودنين فعلا يا أخواننا أما فيه إيه أنا مش فهم إيه المشكلة الراجل ما قلتش حاجة غلط خالص هقولك على حاجة إيه قال عليك راجل حمار بس قال الراجل بس قال الراجل لما حمار دي يعني إيه حمار يا ابني أنت مجمون يا ابني ما أنا هفهم حضرتك أنا قصدي إن حضرتك زي الحمار بتستحمل كل اللي يحصل لك ولو حد سابوك في مكان هتروح بيتكه زي الحمار طيب فعلا أنا بروح بيتنا فعلا يا أخواننا كل يوم الراجل كلامه كله حكم يا مستر دي قال عليك أن أنت رجل عبيد أنا عبيد أنا قاسف أنا فعلا قلت عليك عبيد أنت قلت علي عبيد الصراحة دي قلتها أنت فعلا شكلك عبيد أنت متأكد أيو أنت عبيد ربنا يا سامحك أنا أرد عليك لأن أنت إنسان تافه لأن النهاردة يوم عالمي جينا فيه شخصية عالمية مهمة جدا الغلطة عندنا بفورة النهاردة أي هفوة في الأكل أي غلطة الرحفي ده يا لأن جينا النهاردة المهراج الهندي المهراج الهندي ده كبير المهرجانات في الهند بس بس أنا فهمت كبير المهرجانات ده زي اوكة وارتيجة عندنا كبير بتاع أكبر منهم شيح تكريكة يعني لا كبير المهرجانات ده كبير أنا فهمت ولققت المعلومة خلاص الهنود انت فاهم يحب الرأس والمهرجانات فهلا لما يجي الراجل ده اللي يستقبله بمهرجان أقوى من المهرجانات مهرجاناتنا بقى كل يسكت اسمعوا كبير الهند أحيانا يجب أن احب بالشناعة إيه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده عندي في المطعم يا بهوال مش حدرتك ايه هو ده؟ قلت ايه؟ مش قلت ان الرجل اللي في المهرجانات و الفارفاشة عايزين نبساته. طيب نعم. بقول لك مهرجة هندي كبير المهرجانات. بيخش مهرجانات كبيرة في الهند. في شوكة وارتيجة وشقلبة. فيه ايه? مع لسه. في الغلطة بفورة. راجل لو لها غلطة فيه ايه يا باما? لو سمحت هو المهرجة ده اسمه ايه? اسمه اكبر مهتمامة مهيطة في العالم. ايه? يعني حاجة قريبة من كده. حاجة شبه دي. ما تركزيش في الاسم. ركزي في الطبخ. انا مش عايز غلطة النهاردة. الراجل ده مهم جدا. وجاي طبعا مسؤولين مهمين. لو حصل غلطة في الاكل كلنا هنعطي البيت. ثلاثة. ركزوا معي. عايزين نركز في اللي جاي. انا هديكم شوية التدريبات يبقى في الطبخ كويسين. تمام? مركزين? اه. اهم حاجة يقولك الست اللي نفسها حلوة في الاكل. الناس كلها تحبها. فلازم نفسنا يبقى حلوة في الاكل. تمام? يلا ناخد نفس في خمسة. ونكتمه في اربعة. ونطلع في الحلة. تمام? عشان النافس يبقى مصبور. ماشي يا مسي. تمام. يلا نبدأ تمرين. ابدأ. واحد اتنين تلات اربعة. اكتم واحد اتنين تلات اربعة. طلع في الحلة. يلا تاني ثانيا يا واحد. عايزين حلال كتير بقى تكفينا كلنا عشان مطلع فيها. كميل حيوان لتكلم. انا. طلع خطها لقدامي. انا قلت لك تتكلم? لا. افتح ايدك. افتح. او. اه. ارجع اوارة. افتحش بقى اغيرا ما اقولك. اه. اه. انا لا لست اعلم. اصحاب. مجبس شلم ومفترق. والله بيسعب علي ولم بضرب بس انا بعلمه. انا عارف ان انت بتحبه بس انا بعلمه. افتح شبوقة بتاعني. اه. خلاص. نخلص من تمرين النفس. مفيش شامرين النفس. نخش على التمرين اللي بعد. يقول لك ايه. الست اللي تعمل اكل خفيفة على المعدة تبقى ستة كويسة. فلازم الاكل اللي نعمله يبقى خفيف على المعدة تمام? يلا عشرة باطن ننزل. عشرة بطني ننزل يلا ايه ده؟ لا مقدمين حربية هاخدكم كشف جراحة لو منزلتوك ننزل عشرة بطني يلا ماشي قول يلا ننزل بسرعة اخراتي! مفيش بناتي هنا مساواة في كل حاجة ماشي ماشي يلا عشرة بطني يلا يا ابني ده داخل اما لو عايز ايه؟ عايز بطني اللي وزلت الشقل ايه يلا اربعة خمسة ستة يلا ابني شوية يا مستر انا حاسس ان انا هاخس اتنايل على عينك لكن انا هتدخن كده واحد انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتولولي كده وما فوق ايه الغباوة دي اربعة اخبية انا عمري ما شفت كده واحد يبقى غابتني لكن اربعة ايه الغباوة دي مفيش بط مفيش نفس هنخش على التمرين اللي بعده ركزوا بحاجة المهرجة هيجي من فوقنا ركزوا هنعمل دلوقتي ايه؟ ايه؟ يقولك الطباخ الشاطر لو دخل طيارة يطبخ ايه؟ يطبخ فراخ وحمام وبط اي حاجة فقط يقول طيارة بقى نطبخ حاجات فقط يقول ميه الحيوان اللي تكلم؟ اطلع خطول قدام افتح ايدك انا قلت لك تتكلم افتح ايدك اخلاص ارجع يا ابني انت حمر انت بتتدرب على دي بس ما تبدل وانت راجل ظالم والله بيسعب علي لما بدربه انا عارف ان انت بتقزوا بس انا بعلموا ركزوا معايا يا اخوانا المهرجة هيجي الخالطة بفورة ركزوا ماشا لا يا حبيبي الطباخ الشاطر في الطيارة يطبخ ايه؟ يطبخ بقى منبار بقى وعيش بتاو وحاجات مصرية اصيلة بقى هتطبخ عيش بتاو في الطيارة؟ مال في القطرة هتطبخ ايه؟ هتطبخ ايه في القطر؟ مالش يا مستر انا عايزة مالش ارجع انت يا ابنة اللي اناك هتطبخ ايه في الطيارة؟ مش هطبخ يعني ايه مش هطبخ؟ انا في الطيارة مش هطبخ انا بسألك ده اختبار تجاوبني مش هطبخ يا عمانا انا عبرنس كده في الطيارة والاكل يجي لحد عندي ارجع ورا ارجع يا برنس وانت هتطبخ ايه يا ماما؟ انا اشوف حضرتك عايزني اعمل لك ايه؟ واعملوا لك هي دي الاجابات الستة بتتعلم؟ مش عارفة بتتعلم لكن ما تقولش تنغي وخلاص اقول لكم اخبية الطبخ في الطيارة مش محتاج يتعلم طب محتاج الضغط الجو بتاعه يبقى مزبوط يلا ننزل عشرة دخط هكشف جراحة اقسم بالله عشرة دخط يلا كنت دخلت شورت اصلا عشرة دخط بس يا عاملة طلعنا فوق المتجازات وقال لك نط نطة السيقة انزل يلا يعني احنا هننزل ضغط يعني يا مستر اه ننزل ضغط وانا من شو انا كده اخس لا عليش يا حبيب انا عارف انا عبتل اخسي اخسي كده لحد ما تبقى النظارة ماشية الوحدة اه ننزل عشرة ضغط يلا واحد اثنين تلاتة انت بتعمل انا بعمل ضغط انا بعمل ايه؟ انت بتعمل ايه انت؟ انت بتعملي ايه؟ ضغط ده ضغط ده انت تعجب لي الضغط كده بالحركات ده يا مابا لا نفس نفقين ولا بطن ولا ولا اي قاجة خلاص مفيش امرينات مفيش زفن هنخلش على الاسئلة على طول ماشي المساقعة بتتعمل ازاي؟ المساقعة بتتعمل في الساقعة انما بقى لو عايزين نعملها في السخونية نعملها مسخنة انت ماما عارفة ان انت هنا؟ ماما عارفة ان انت بتيجي هنا؟ قلت لها الصبح وانا ناسم قلت لها ها؟ انت بيطلع خطوة لقدامنا؟ اطلع اطلع خطوة لقدامنا؟ لا افتح ايدك انت حمار اعملك افتح ايدك افتح واللي هتفلت بعشرة واللي هتفلت بعشرة افتح ايدك افتح يا حمار ما تبدل اليد انت بقدر بلعها دي بس انت باقي تدخل من وشك وانت باجل فالق اخرص لا تتكلمش ترجل ام اقول يا عم والله العظيم هو السبب انت قلت للمساقعة لاغيت صح؟ يا ابني ما هو بيجيب من الملج افهم انت ذاكرت ايه بالليه؟ بتنجان المحش ذاكرته ازاي؟ خليت ام عملتلي حلة وكلتها كلها لا انت عبوته بقى اخرص انت كمان يا الله جاوب المساقعة بتعمل ازاي؟ قادرتك المساقعة بص افهم بقى المساقعة بنجيب بتنجان عرايس لكن يكونوا عرايس لسه اجداد لا تكملش كلام لا تكملش لا تكملش مدام وصلت للمرحلة دي لا تكملش لا تكملش كلام بلا قدام بلا قدام ما انا كنت هقولك لا تكملش كلام ارجع ورا لا تكملش بلا قدام با قدام انا لا تكملش مساقعة لا تكملش ايه. ا stabbing لا تبدو رقم ب vậy انتهاء تداد انا اشوف حضرتك عايزني اعملها ازاي و اعملها لك هي دي الكلام هي دي الاجابات هاي بتسألني انا اقول لها بعد ايه انما انا باقبش الراغي الكتير خلاص؟ نخلش على الاكلة اللي بعد ايه مفيش مساقعة وحيات امي ما هنعمل مساقعة انا طول ما انا عايز مش داخل المطعم ماشا خلاص في ايه؟ هنعمل اكلة تانية البصارة البصارة بتتعمل ازاي؟ البصارة بتتعمل في البصرة عشان ايه اصلا اكلة عراقية دي معروفة دي دي حلوة ايه؟ حلوة حلوة والله انت ابوك عارف ان امك جايبك هنا؟ اطلع لي خطوة لقدامك اطلع خطوة لقدامك اطلع خطوة لقدامك افتح ايدك افتح افتح ايدك اقسم بأزنبك والله بتضرب جامد اللي هتفلب بعشرة افتح ايدك ما داعبك اطلع خطوة لقدامك اطلع لقد هستمبك اطلع ذلك ولكن اطلع cuanto اطلع خطوة ايوتك اطلع اقطع؟ اطلع له هان Monate اطلع له الشيء 幾าง ا trouxe انت عارف ان اخيت drugs طيب ارجع على هنا. ارجع على هنا. ماشي. وحياتي. وربنا يوريك. ماشي. ركز معي. سننا الفين. البصارة. البصارة تتعامل ازاي يا ابني؟ حضرتك بنجيب اربع يلعبوا بصرة. لو حد بصر تبقى بصارة. ولو ما بصرش؟ تبقى استميشن عادي يكمله عادي. ممكن ما تتكلمش معي خالص؟ طيب مشتقني. ممكن ما تتكلمش معي لحد دم ما خلص؟ ارجع. انت يا ابو طاية. البصارة تتعامل ازاي؟ ما بعملش بصارة. ما بتعملش بصارة يعنيee؟ ما بحبش البصارة اعملها ليه? يعنيان تفتعت معي. بصالها يحتاج. تبتعت معي يا ابني. بأم burnt me. ما علش. تدي ام اسئلة. ب performers. انا برينس جده�ده والبصارة الجيلي. ماشي يا برينس. ماشي يا برينس. ارجع لهوني اب. البصارة بتتعامل ازاي مامة؟ بس. انا اشوف حضرتك عايزنا بعملها ازاي؟وقر هخت. والله شكلك ما عارفه اي حاجة. شكلك بتهودني وبس عم كل شيء هتقول لي أفعلها زيها بس بحبها لأنها بتقولي أنا أفهمها بعد كده انت بيأكل معاك الكلام ده؟ اه بيأكل معاك الكلام ده دي بتطبلها؟ انا هزمر لها دلوقتي بقى شكرا شكرا تطبل لي انا هزمر لها دلوقتي طب تماماً انت طب تطبش طيبك مفيش بصارة ولا فيه مسقعة لا بصارة ولا مسقعة نا نعمل كشري وأنا اللي اقول لكم الكشري ازاي؟ الكشري بيتعمل وإحنا مكشرين نجيب بقى العدس والمكارونة والرس الكشري لهم يبقوا كشري دي معروف؟ يا ابن انت متخلق والله العظيم متخلق يا عم بل ايه؟ ما حدش اقول لك كده قبل كده؟ لا كل كلامك غلط وتخلف امش ارجع مفيش اكتب قلش على السؤال اللي بعده السؤال ده الامل الوحيد اللي ليكم فاطر امشيكم من هنا لعيبة ليها علاقة بالطبيق سامير كمون صح احمد الكشري صح كتن شط صح احمد الكاس يعبني ليه كده? يعبني ليه كده احمد الكاس ما له اما للحاجات الدية اه الحاجات دي كلها هتتقدم للناس كده مش لازم نحطها في حاجة هنحطها في احمد الكاس وهيمشي ازاي بعد كده لما نحط في كل الاكلات دي يابني ليه كده يعبني الله مفيش هكماعة ومفيش مسقعة ومفيش لايمة ومافيش فwart لا نو Thank you خاطر ايه ده انت بس. والمي راجع ايجي بيعنا كلنا كده يا اخوانا. والله انا هنتفدح معاليش مش هنتفدح. انا بقى رجالة ده بس. خلاص يا مستر انا قاسف. خدي. خدي اعمل بيها ايه? اعمل بيها ايه يا بني ادم. يا بني ادم افهم شوية. انت مش قريب وفاهمه. كل حاجة غلط. كل الكلام. انا بيش حاجة صح. اما هنت تعلمه ازاي? ركزوا معايا. علمنا والله احنا هنتعلم منك. علمنا. هنبقى زي الفل والله? طيب. الرز لازم يبقى عليه شعرية. الرز يبقى ايه? شعرية. المكرونة يتحط عليها السلسم. المكرونة يتحط عليها ايه؟ سلسم. والكمون لازم بتعمل ايه? بتعمل ايه؟ لا. 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 هذا سادس. هتكلم ازاي? هتكلم ازاي? اجتب وتهبل. يا إلهي الله يخرب بيت ألبس كد علال علال ما ستفعله؟ تعال نبع مستر خلاص ستفعل ما ستفعله؟ ستفعل ما ستفعله؟ فقط 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 لا تتكلمني أشكت وأنت ألبس شكلك عرّة ألبس شكلك يقري في الكلب ما الذي أعرف هذا؟ أنا شكلي عرّة؟ والله شكلك مؤرف جدا أنا شكلي مؤرف لو لقينا شغل في مكان تلك ونولّعنا في شعره طب اطلعوا برّة بقى في اجتماع أنا هوريكم أنا هوا في اجتماع يلا هتعمل إيه؟ في اجتماع ده اجتماع إنت هترسع فينا سكاكين؟ قدامي اجتماع مهم قدامي برّة قدامي قدام اجتماع قدامي تعال ألاخر واحد إنا تعال أبو طاية قدامي 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 ق BURL حسن청 أيدك قدامي هنموت عشان مسرحية kindly ياذا هتقولي لبس Melatt لو رجل اطلع لي برّة IUD موسيقى 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 أما أرغبك أحببك؟ اهدى يا هادي أسمني يا فادي هاكتله؟ لأني هاكتله يعني هاكتلق أنا يأخذ مني آخر طلبية لحمة ويرجعها الشيفشف بيني ويقول لي اللحمة فاسدة؟ أنا بتاع لحمة فاسدة؟ يا راجل، أنا مودّي لي لحمة جلّي دايب اللحمة بجشرتها؟ ما أنت غلطان أيضاً تودّي لي لحمة بجشرتها؟ ليس لحمة موزة؟ يا راجل، عندك حجف دايب ما هذا؟ هذا الراجل يستجل بينا؟ يا راجل، هذا الراجل لا يعرف أننا أكبر تجار لحوم وبهايم في الوطن العربي تصحيح، نحن أكبر بهايم نحن أكبر تجار بهايم ستايل ماذا؟ يعني عندك مثلاً، البجر يسمع مزيكة يشعر راقي يسمع مزيكة كيف؟ يعني الناس يسمع شاكيرا والذكره عباسة حمودة ماذا؟ لماذا؟ أقول لك، البجرة عندي أي بجرة؟ تجدها خجولة، برغم أن أمديها الحرية الكاملة للنهار على الفيسبوك كيف يعني؟ وفيه بجر يدخل على الفيسبوك غيرني؟ يعني ما دخل الصفحة عندي، جروب أبطار بلا حليب ماذا؟ تمام؟ حاول تتعرف على واحدة، تتعرف أكتب لها بحبة هترد علي إياك هترد عليك بكلمة واحدة ماذا؟ ايوه، بج المطة لا، بج البجرة يا راجل، يا راجل، أنت ما راكش حاجة إنما أنا راجل عندي أشغالي وأعمالي ومسابجات مسابجات؟ ايوه، أنت ليك في المسابجات؟ أنا لسا وأخذ المركز الأول في مسابجة علامية ودي مسابجة ايه؟ مسابجة كيف تحلب البجرة؟ بس بسرعة وهذه عبارة عن ما المسابجة؟ مسابجة كيف تحلب البجرة بسرعة؟ فقط أعطيت لك مشكلة في الأول ماذا؟ أعطيت أسد، كيف تعدي الأسد وتحلب البجرة؟ وكان لك منافسين ايوه، يا راجل، ما هذا؟ وعمل ما؟ دخل على الأسد، جتل الأسد وحلب البجرة وما عملت ما؟ جتلت الأسد، وجتلت البجرة، وحلبتها ماذا؟ استاهل يا راجل، ما؟ لا، أقول لك ما؟ كنت معد مبارح من جنب دواركم واسمعت اخناج، وازعاج، وبلاء، كان فيه حاجة إن شاء الله؟ ايوه، 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 دخلت البيت جعان، قلت لها، يا نانسي، حضر الواكس، جالك لي، هههههه، أنا ما عملتش واكس، قلت لها زعكت لها فشة، وقلت لها، يعني، جالك لي، خلاص، أنا هعملك مساج، مساج؟ طبعا، لا أطلق بالتلاتة من يواكله، رادل، ايوه، انت رادل، ايوه، 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 لا أقول لك، ايوه، البلد كلاتها تتحدث عليك، أقول لك ايوه، أنا اللي زعلان منك، ليه؟ يعني تعرف سبوع محمد ابن مبارح، وما تجيش؟ أنا معايسة أتكلم في الموضوع ده، ايوه، نريد دل دم نحامي، ايوه، اللي حصل؟ يا رادل، خمس سنين انت متغرب في الكويت، ومرتك تحبل وتخلف كيف باللسهل كيف، اسمع، احنا عائلاتنا دمدين، موجودين بنخلف، ومش موجودين بنخلف، اذا كان امي خلفتني بعد ما ابوي مات بخمس سنين، احنا عائلة ولات خمسة يا سيدي، دماغنك ده، ردالك، امي، ايه، ملك يا فادي، ايه، ده، ده، مش وقته، ملك يا فادي، بقولك هات ودنك، ايه، ايه، التلوات من ين؟ الناحية التانية، ايه، التلوات من ين؟ ايه، التلوات من ين؟ انت هتعملها في ودني، انت اللي قلت الناحية تانية، انا ساحب فحلي جابوس معايا قداما، وريك هتعملها فيين، بس مش هسيبك، هشيف شزبيني، ايه، اجا، اجا جند شامياني كتالي، أجازر والني لأزمان كي تالي شاترالي مكاري شاترالي مكاري هياري سيكالاكا باكالي لياليبع سلام عليكم وعليكم سلامكو واضح من لهغته ولبسه أنه مصرياة لو سمحتكي أروح من هنا دقاك كينتاكي ما عرف شاكي ما عرف شاكي؟ استحالة يكون مصرياكي كان هيتوه أمي يقول لي شمال في مين أنت مين ميها؟ أنا؟ شخارم شخارم؟ أنت شخارم؟ ها وأنا كوارم كوارم شخارم ناكو تشبولا ناكو تشبولا ها رحتاكي ما عرفناكي اسم الله على المسكاكي يا خبي أول ما قلت لك إيه اسماكي قلت على طول فين التنكرات وسيبني مركون ساعة مستخبي أنت لم تتأكد أن أنا شخارم أنت شخارم أنت لم تتأكد لا أه أنت شخارم سأسألك سؤال هندي من هم أشهر ممثلين بوليون؟ شارو خان كابور خان جميلة خان ماري خان شكري صار خان هو شخارم بغباءه لا يوجد هنا أحداً سوانا يجب أن نتحدثها المصرية هم المطلعين أمي لمن الصبح واعد عملة تقول لي كواكا وكاكي وكاكي أي حاجة أنت فاكر اللهجة الهندي مريحة نحن لنود نحن أكتر ناس منتعب العالم كله يتكلم ببقه إلا نحن هم لحلة يتكلم بإيه؟ بيدماغنا نقول لا شو كنتوا فاري أربع جمل يجيلي ارتجاج وأنا وقف ولو شغال مغني بقى لا سرع والله العظيم التعبان أنا في الهند والله ما حد هيجب لي سرع غيرك لماذا؟ انت غيبني من الهند لغاية مصر هنا ومدخلني مطعم ليه؟ مش احتطني ليه؟ بس هقولك عارف المهراجة اللي جاي هنا المطعم ده خطف حبيبتي وجيبيها على هنا حبيبتك مين دي؟ يلا حبيبتك البيت الهندية كلهم يونود قال لي واحدة يلا البيت اللي بتعمل كده دي المؤدبة يوم كلهم بيعملوا كده وبيعملوا كده وبيتلعوا في الآخر شمال لا والله والله ما شمال دي بتعمل يمين بس؟ ما عرفهاش يلا اللي انت كنت متجوزها عرفي اوه يا غبي طب انت غيبني معك ليه؟ عشان انت اللي تعرف شكلها انا يا دوب بشبه عليها اوه ايو 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 كنبلة هنا وبعدين وبعدين اروي كنبلة اللي جرعتها وبعدين تطرح تطلع خنابل مستوية انفرقحها فيه الله لو الفكرة دي نجحت الصف الجاي نزرع بطيخ وانفرقعه وانترتش لب عن ناسكم بس انت جاي تجيبني الضغط هنا انا عايزك تركز معايا ايو احنا لازم نموت المهراجة ده؟ طب استنى قبل ما نموته ها اتطمن على مراتاتي اتطمن يا سيد ها اقل نموتك passtبعين ايبوظ الاخص اقل نبقى ايبن المرض ها اقل نبقى ايبن المرض HOG ماذا تعبين ايبن comparان ايبن والا يكثر ماذا تعبين مش قلب نحن افهمتش منا يا عم هي ما استعبت منك ايبن دي فيل بتاعك تجوز فارخة فيل قبر duas يشكل ny فيل اتجوز فرخة هيخليفه ايه اتشكن فيل ايه انت جايب تقلش علي اقلش هندي ولا جايين نشتغل ونفجر الراجل ايه احنا جايين نشتغل وما تتعبش امي معاك مش كفاس ابني ملطوع ساعة كل ده بتيجي في الطريق لا والله ده انت ما شفتش اللي حصل وانا جايب الفيل بتاعي عديت على ستلاف كمين اه اخر كمين ده الزبط يوقف الناس اللي امه خلفه مش رابط حزام مخلفه مش رابط الحزام عمانت ايه شدت زلومت الفيل عملتها حزام اموقف لي بقى ليه قلموا خلفه قلت له ليه قلم انت مفايم الفيل ما يعرفش انه اللونه اصلا نسود يا رب كانوا كلبشوا الفيل منك بقولك ايه انا اسخطك اردو انت واقب انت كذاب قوي ايوه مش هندي لازم نقعد نكذب بس انت لو كذبت تخش النار يعني احنا هنروح النار الهلود لكي نكذب ومش نروح النار لكي نعبد البقر يا رجل صملي ايوه صح لا ادعى ربنا اهدينا المهم ايه ده سوط سوط هندي هندي قابلك اقلبت كنبيليون كنبيليا لا افهمو كنبيلة فرقع كورمب كورمب ايه بقولك كنبيلة فرقع ما انت هاتكل كورمب تعمل كنبيلة فرقع حاوقت ما تحب الله يا رفا اهلك انجز خبي كنبيلة فأي حتة كنبيلة خبيها هنا خبيها هنا ويكتب عليها كنبيلة معك قلم يا ابني خبيها لا يعيش ألم! خبيها وراء المطبخ! خبيها وراء هنا؟ يلنا بسرعة! قبل ما حد ييجي! أخيراً هنتيم المهراجة اللي خطف حبيبتي! وافجر فيكم بلا! ده لازم ده! يا سمير! انت هزفت يا سمير! لقيب علينا اختباءات! ما كانت! ما كانت! هنا! هنا! انت هزفت يا سمير! ازبالا اللي في المدخل دي! انت يا بني آدم! انت يا بني آدم! انت يا سمير! ما عقوله هناك في المدخل؟ انه كلام الفارغ ده؟ اين الناس؟ يا مصر عصاف! يا صاحب البتاع! اين الناس؟ اهم! في اجتماع! اجتماع ما انت واقف! اقول تعال! اجي! 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 يا عساف معقولة، أجي هنا ولا أحد من المساعدين بتوعي وبتقولي النهاردة يوم مهمة وفي مهرجة جاي أيوة في مهرجة جاي وفي يوم مهمة النهاردة اسمه ماذا المهرجة؟ اسمه أكبر مهتمامة في الدنيا أنت بتقلف اسمه دلوقت؟ والله هو اسمه شبه العجال أكبر مهتمامة في العالم مهتمامة؟ أموماً أنا أعطي ثلاث سنين في الهند أحلى أكلات هندي عملها له النهاردة أخليه يمشي من مصر أعجبه الأكلة أكثر من الأكل اللي بيأكلوا في الهند أيوة، صح، لازم إن شاء الله حسناً، أين حضرتك يعني الناس؟ أنا مجهزهم في اجتماع حضرتك يعني أنا تحت أمرك أنا شيف معروف وأشهر شيف في العالم وفي مصر وفي كل حتة لكن هذا ما يمنعش أن أنت صاحب المطعم يا بشا، لا تقول ذلك والله العظيم يا بشا، ماذا؟ أنت صاحب المطعم، أنا شغال عندك يا بشا، لا تقول ذلك أنت صاحب المطعم أنا اللي شغال عندك لا، لا تقول ذلك أنا لا أتكلم عن فرق المطعم أنت صاحب المطعم، أنا شغال عندك معلش، عشان خطر أنا شغال عندك أنت اللي شغال عندي؟ تعال الناحية أنت كده تشير وأنا صاحب المطعم أيها أنت يا بنا آدم خدامك يا بشا أنت بتعمل شغل الأدوار دي؟ يعني نحمد ربنا الله أنت صاحب المطعم أنا صاحب المطعم يا الله وأنا نشغال عندك إن شاء الله ما ديل الناس؟ أنا ديهم أنا حطيتهم في اجتماع جوا حطيتهم في اجتماع؟ عمل لهم اجتماع يعني عمل لهم اجتماع إيه؟ حضرتك أنا المسؤول عنهم، ليس أنت المسؤول عنهم ماشي، ماشي ما ديلهم؟ ماشي، يا جماعة كلهم يأتي ثانية واحدة الناس اللي اجتماع فادي، يلا بينا رائحة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة